منتخب مصر بيستعد بشكل رائع جدا بيستعد بشكل جيد جدا منتخب مصر هيواجه بكرة السودان فيه التساعة مساء في نفس التوئيد غينيا بيساوي هتواجه المنتخب النجيري فيه التساعة أيضا مساء دي مباراتين الغد مصر ان شاء الله تعمل مباراة كبيرة بكرة مصر بكرة هتعمل مباراة محترمة مفيش قلق على منتخب مصر لكم التشكيل ان شاء الله هتلعب به او هيلعب به منتخب مصر بكرة قدام السودان بس الاول عايز اقول لكم حاجة حصلت محمد صلاح القائد دي من الكواليس كواليس رقم 10 خلال افطار منتخب النهاردة صباحا جمعيته جلسة مع تريزيجي ومرموش والشناوي ومصطفى محمد اتكلم معاهم على ضرورة التركيز وعدم التسرع في مباراة السودان والتركيز ان اي فرصة يتم استغلالها واحراز هدف قال لهم كمان ان كل اللاعب دلوقتي المفروض يشيل من دماغه اي ضغوط ويفكر بس في الفوز والتأهل عشان نلعب مباراة كبيرة في دور الستاشر بغض النظر من المنافس دي وظيفة القائد دي اهمية القائد والسلام لو القائد بتاعك قائد منتخب مصر هو الاسم الكبير العالمي محمد صلاح احنا اللاعبين يقدروا يعملوا اداء رائع لعبي منتخب مصر يقدروا يعملوا اداء رائع في البطول انا ما زلت متفائل رغم كل النظرة التشاؤمية بسبب اول مباراة بس ما زلت متفائل اللاعبين لسه مدوش اللي عندهم وكيروش حتى هذه اللحظة اتعامل معه انه مدرب عظيم وكبير وسبير رائع ما خدناش لسه السبير رائع ده ما خدناش لسه العظم دي في الاداء ربما يحصل ده في المباراة اللي جاية عندنا امل في كيروش وعندنا امل في لعبي منتخب مصر انه يطلع كل اللي عندهم ما يخفوش ما يضغطوش ما فيش اي حاجة تسبب ده خاصة ده ان كل المنتخبات في هذه البطولة المنتخبات الكبيرة ما قدمتش اداء كبير كل المنتخبات كل المنتخبات فان شاء الله الامور تبقى احسن في الفترة اللي جاية لينا وليهم وتبقى المنافسة اكبر في كاس الأمم من الافريقى ان شاء الله الامور تتحسن تشكيل منتخب مصر بكرة امام السودان هيكون كالتالي محمد الشناوي في حراسة المربع خط الدفاع هيبقى فيه ايمن اشرف محمد عبد المنعم وحمد حجازي وعمر كمال عبد الواحد وفي خط الوسط عمر السلية ومحمد النيني وطلب الجميع كان احمد سيد زيزو احمد سيد زيزو هيبقى في التشكيلة السية بكرة في وسط الملعب مع منتخب مصر خط الرجوم كالعادة عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد اشتركوا في القناة